صباح الخير من جديد لكم مشاهدين أينما كنتم اتسبب الإفراط في تناول الطعام وقلة النشاط البدني لدى الأطفال بارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض السكري في مرحلة الطفولة كما يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل في الصحة العامة على الصعيد العالمي تؤدي بدورها إلى نتائج صحية خطيرة على وعلى ذلك وجدت دراسة محلية حديثة أن الارتفاع المتزايد لحالات مرض السكري من النوع الثاني يعتبر بمثابة مشكلة إقليمية خطيرة في جميع أنحاء العالم العربي تماما يعد سكري الأطفال من الأمراض الشائعة خلال مرحلة الطفولة والتي تتطلب عناية خاصة اليوم سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع موضوع سكري الأطفال أول سكري من النوع الأول لذلك سعدنا الرحب معنا في الستوديو بالدكتور إبراهيم تفاحة ستشارية طب العام والسكري أهلا وسهلا فيك دكتور حياكم الله جميعا صباح دكتور سعداء بوجدك معنا حياكم الله جميعا طبعا فيه ممكن نوع من السكري منتشر أكثر لدى الأطفال ما هو هذا النوع وإيش كمان يفرق عن بقية الأنواع نغير في المقدمة لأنه سكري الأطفال ليس ناتج عن موضوع الأكل الزاد هي كانت مقدمتنا بشكل عام نحن نتكلم من ناحية السكري بشكل عام هو الآن يعتبر حقيقة مرض من أمراض الوبائية الخطيرة يعني سمي الوبائية حتى لكثرة انتشاره وليس لأنه جرثومي فهو كان يتوقع مثلا في سنة 2010 أنه والله في 2020 راح يوصل عندنا بـ 280 مليون لكن تبين أنه الإحصائيات الآن الجديدة التي هي في 2020 تقريبا أنه في عندنا الآن 480 مليون حالة سكري في العالم وبدك تحسب بهذه الطريقة وأنه بنفس العدد اللي موجود فيه أعداد نفس الشي غير مكتشفة أو بالأحرى لم تشخص لأنه فيه ناس ممكن أصلا ما يشخص نفسه ولا يروح على الطبيب أنه يشخص نفسه ولا يعرف أصلا أنه عنده مرض فيه ناس يمكن عرفوا بسبب الفحص التراكمي فجاعف على العملية أو حاجة مرات بتكون بشكل مفاجئ إنك أنت المريض بيعمل الفحص دون أن يعلم يعني بيكون بمحض الصدفة فيكتشف أنه عنده سكري وبالتالي عندنا مصائب من ناحية وجود السكري بشكل عام في العالم أهلا من أنواع السكري اللي هو نوعين نحن نسمي النوع الأول أو النوعين مشهورات حقيقة النوع الأول والنوع الثاني النوع الأول غالبية بصيب الأطفال ولذلك اقترح أو بعض الناس بيسمون له سكر الأطفال لكن لا يعني ذلك على الإطلاق أنه هذا السكر النوع الأول أنه فقط بصيب الأطفال هو بصيب الأطفال وأحيانا بصيب الكبار ولذلك هذا بصير فيه حتى أخطاء تشخيصية للأطباء أو للمرضى اللي بيستعجلوا في أخذ الدواء لأنه لابد حتى من المريض السكري اللي بيصيبه مرض سكري وهو عمره كبير أن نبحث عن أسباب هذا المرض يعني فيه تشخيصات معينة تحدد لك أنه هل حقيقة هذا من النوع الأول ومن النوع الثاني وهذا يعني أنا بتكلم لك عن حالة يجتني قبل ثلاث أسابيع شخص على أنه نوع ثاني وطبعا بلشوا يعطوه بأدوية وللأسف جاني في رقم مهول اللي أنت عمال بتتكلم تراكه 117.5 رقم مهول هذا يعني أنا نادرا جوز حالة ثانية اللي بشوف بهذا الرقم وهو كمان يوم عدنا الفحوصات إنه طلع من النوع من النوع الأول النوع الأول هناك نقص حاد في الإنسولين نقص حاد في خلايا بيتا البنكرياس نقص حاد في السيبرتايد اللي هو مرافق للإنسولين مش القضية قضية مقاومة إنسولين ومش القضية قضية نوعية أكل بينما هذا من ناحية النوع الأول النوع الثاني لا في العادة أصلا بيبدأ بمقاومة إنسولين وعندما يتم تشخيصه حتى لإنسان مهتم إنه يتابع حالته البرضية أو حالته الصحية هو أصلا عند التشخيص بيكون عندنا قريد ينبلش من خمس سنوات إلى سبع سنوات تمام طيب دكتور يعني بما أنه الموضوع ما بيكتشفش ما بنعرفش يعني أنه إحنا مصابين بالنوع الأول أو لا لا بحضة صدفة كما تحدثت حضرة النوع الثاني النوع الأول النوع الأول بصيب في خلال أسبوعين ثلاثة لازم يكتشف لأنه بيكون عندك تعب شديد دعنا نتكلم عن الأعراض اللي يمكن تصيب الشخص أول ما يشعر ما يعرف أنه عنده نوع أول لازم يروح لعمل فحص تراكمين هم الأطفال بدك أن تتابع أغلبه لأنه هو بصيب الأطفال إحنا هاي حالات نادرة اللي عمله بصيب بكبار لكن من ناحية حالات الأطفال حالات الأطفال بجيك الإنسان في غثيان تعب مراجعة يشخص إنه والله إلتهابات عادية وهذا شي طبيعي إنه يشخص بالإلتهابات عادية لأنه إحنا مش عمالنا بنعمل تشيك أب لكل مريض عماله بيجي نتيجة حتى الأوضاع الاقتصادية أنك ما بتستطيع أنك تطلب كل التحاليل لطفل في هذا لكن إذا وجدت من الطفل مش عماله بتحسن فيه خلال يومين ثلاث عماله بزداد تعب بزداد هذا لابد من الفحوصات اللي أنت عمالك تعملها أنك تعمله فحص سكري فحص السكري للأسف من الأطفال عماله بيمتشر تقريبا عشرين حالة من كل مئة ألف حالة وهذا تعتبر رقم كبير يعني إحنا عمالنا نتكلم عن رقم كبير مش رقم صغير وأسبابه بتيجي في العادة بعد التهابات ممكن يكون طبعا هو اللي هو بصير فيه خلايا موجودة داخل الجسم تدمر خلايا بيتا اللي هي داخل البنكرياس اللي تفرس إنسولين وبالتالي بيكون عند المريض نقص حاد في موضوع الإنسولين نعم ونقص حاد في موضوع السيبيبطادي اللي هو مرافق للإنسولين بيكون زي ما حكينا بيجي بعد مرض بعد التعب عام أو بتشوف الطفل عماله إكزوست اللي هو منهك إرهاق عالي عماله بلش يعطش بلش عماله بيبول كثير اللي هي هاي الأعراض المتشاركة مع المرض الثاني بصير إنه ماما مش شايف غباش في عيوني فهذه كلاتها لابد من من الفحوصات اللي تعمل اللي هو فحوصة زكري هلأ ليش بصيب بعض الأطفال بصيب لا وببعض الأطفال لا لحد هلأ هم ما في دراسة مئة بالمئة تحدد هذا الموضوع إنه ليش بعض الأطفال آه وبعض الأطفال لا هلأ علاقة دكتور بأنه في كثير من الأطفال تتجه للحلويات بشكل مبالغ فيه أكثر من بقية الأطفال هل هذا الموضوع المثبت؟ هذا له علاقة بوجود سكر النوع الثاني لدى الأطفال وهذه منشوفها عند السمنة الأطفال السمينين عماله بيجيك يعني ناصع كثير هذا في العادة بيكون نوع ثاني ناصع كبار لما يوكلوا سكرية كثيرة يكون عندهم سونا نعم بس في أطفال يعني نعماله بيكون 12 سنة ووزنه بحدود 100 كيلو وفي عندنا أطفال بيكون 60 كيلو على وزن يعني على عمر 5 إلى 6 سنوات و7 سنوات هذه إلها صحيح في الأطفال لكن النوع الثاني إلها علاقة في موضوع الأكل موضوع النوع الأول لا إلو على في بعض الأسباب موجودة تصوري من الأسباب اللي عماله موجودة في النوع الأول اللي هو نقص فيتامين دال ممكن يعمل النوع الأول كوفيد اكتشف أنه أدى إلى وجود النوع الأول والنوع الثاني من الأنسلين بعض الأمراض العادية اللي بتصيب الأطفال مثل أمراض الحصبة مثل أمراض الكوكساكيا مثل هذه الأمراض قد تؤدي إلى الإصابة بالنوع الأول إذا كان الطفل عماله بيرضع له الحليب البقري مش الحليب اللي هو المخصص للأطفال والحليب الأم مثلا تعطي الحليب المخصص للكبار لفوق الأربع سنوات في مراحل الطفولة في مراحل 6 شهور و7 شهور والطفولة المبكرة يعني أو بعد السنة هذه وجدوا أنه في عندهم احتمالية أكبر لهم يصابوا بالنوع الأول ألا إلو علاقة بالوراثة فيه كمان دراسة كمان تؤيد أنه نعم إلو علاقة ببعض الوراثة فمثلا التوائم وجدوا من التوائم بزيد نسبة اللي عمالوا وجودهم بالسكر الأول إذا كانوا متوائم غير متشابهين بين 5 إلى 6% بينما إذا كانوا متوائم متشابهين للمتطابقين اللي مشبهوا بعض لو وجدوا إذا كان هذا مريض بسكر النوع الأول 50% أنه يكون الآخر مصاب بالنوع الأول فهذه أدت إنه أنه لا معناها إلو علاقة كمان بالوراثة عوامل جينية كبيرة في عندك عدة جينات كمان وجدوا إنها مرتبطة بموضوع النوع الأول نعم دكتور معلش في حالتين مرت عليها في حياتي لناس أقاربنا وفي مناطقنا والحالة الأولى لطفل والحالة الثانية لطفلة كبان تعرضوا لمواقف مخيفة واحد كانت تعرض لحد السيارة والطفل الصغير واحد خالته بمازحه في البيت في الدرجة في العتمة وخوفوه قالوا بعدها أنه أجالوا النوع الأول الموضوع له دخل نفسي والرعب ولا لا والله ما قرأت فيه إنه في هذا الموضوع له علاقة أما مثل موضوع حوادث السيارة نعم ممكن أن يكون يؤدي إلى نوع من أنواع الإصابات الجرثومية يؤدي إلى نوع من أنواع خلل في المناعة فنعم يؤدي أما موضوع الحالة النفسية لبعض الأطفال نتيجة التخويف إنه هي اللي سببت له النوع الأول ما عندي علم إحنا أصلاً على كل حال في الأردن أي واحد حتى مريض سكري نوع ثاني وإنت بتشوفه إنه بيأكل 2-3 كيلو حلو في اليوم وهذا بيقول لك لا أنا والله زعل يعني كله مرتبط إلو علاقة الزعل إحنا ما اختلفنا في النوع الثاني إلو علاقة بس مش إنه كل ما وش مسبب ما وش العلاقة الزيسية طيب الآن حياة من هم مصابون بالسكر من النوع الأول خصوص الأطفال كيف بتكون حياتهم إيش الصعوبات اللي بتواجههم خلال حياتهم والله للأسف إنها صعوبات كبيرة أول شي صعوبات عند التشخيص فأنت عمالك توجه صدمة للأهل إنه هذا الطفل عماله الآن هو مريض بالنوع الأول معناها هو مضطر إنه والله ياخد أبر إنسولين دائما طول عمره هو مضطر إنه يبتعد عن بعض الأنواع الأكل طول عمره هو صدمة اجتماعية هائلة وصدمة مالية لبعض الأسر وصدمة كمان نفسية هلا من ناحية الطفل المشكلة في العمال معينة هو مش راح يستوعب إنه عنده مرض هو عماله يتألم إنه ما بيأخذ الإبر يتألم إنه بده يأخذ الفحص لأنه فحص السكري من نوع الأول أنت مضطر إنك تعمل الفحص يوميا من أربع إلى ست مرات وأحيانا تضطر إنك تعمل أكثر هذا اللي هو السبابة والإبهام إيه السبابة والإبهام لأنه في طريقة ثانية اللي هو تركيب جهاز على الكتف وإنك تعمل أبليكيشن على الموبايل بس هذا طبعا مش متوفر عند كل الناس كمان فهذه حياة مش سهلة من ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية من ناحية صحية زي ما حكينا إنه إنت عمالك مضطر تراقبه لأنه ما بدك إنه والله يرتفع السكر وما بدك ينزل السكر من ناحية أخرى اقتصادية إنت مضطر إنه هذا الطفل يراجع الطبيب لمعرفة مضاعفات المرض كل ثلاث إلى أربع شهور وهذا الكلام كمان بده استيعاب من الناس وبده إنه والله تثقيف صحي هائل للناس إنه والله إحنا لازم نعمل بهذه الطريقة أغلب الناس للأسف ما عندها ثقافة صحية في هذا الموضوع وإحنا في بلادنا العربية أو في كثير من البلاد العربية نشتغل كمش كفريق يعني العلاقات الطبية ما تشتغل كفريق تشتغل كشخص يعني كل طبيب عنده حالاته اللي بعالجها وخلاص ما منشاركش المعلومات مع أنه هذا الموضوع بحاجة إلى مربي نفسي مربي اجتماعي مربي صحي تغذية والحاجة إلى تمريض بحاجة إلى تثقيف صحي بحاجة إلى طبيب بحاجة إلى طبيب عيون بحاجة إلى طبيب سكري بحاجة إلى طبيب كلا كل هاتهم يستغلوا فريق حتى يتابعوا هاي الحالات فهذا مؤلم يعني بالإضافة أنه في أن حالات كثيرة دائما بتصير اللي هو حالات الارتفاع الشديد اللي بتسبب إدخال في المستشفى نتيجة وجود الحوامض في الدم وحالات انخفاض وهي كمان بتشكل خطورة بالإضافة أن الطفل زي ما حكينا أول هو أصلا ما رح يستوعب وبالتالي يوم روح عند صاحبه ويلاقي فيه شوكولاتة حتى لو أهلو عاملينه وبديره حياة ممنوع مو ممنوع في البيت أي حاجة ديني مضرع بالزبط حاليا نختم معك معلش دكتور إبراهيم بأهم التوصيات اللي يمكن تقدمها للأمهات اللي أطفالهم مصابين بنوع الأول أو بنوع الثاني أول شي هذا قدر الله وبالتالي يجب أن تتقبل قدر الله وتتعامل مع هذا القدر إنك أنت تعالج مش يتظل لك مصدوم نفسيا بحيث أنه أنا ليش هيك صار معي الآن حصل وفي ناس بتحصل معهم أمراض أخرى حصل مع ابنك هذا وبالتالي لابد من متابعة الموضوع من ناحية صحية متابعة ابنك بحيث ما يصير عنده لا زيادة لا زيادة سكر يعالي ولا انخفاض وهبوط من ناحية الهبوط مش إذا صار معاك هبوط إنه مباشرة بل شي فيه بكل نوع الحلويات وهي أنا بركز عليها مع مرضاي اعملوا بالرولز أو بقانون خمسة عشر خمسة عشر أو عشرين عشرين اللي هو كل خمسة عشر دقيقة بعطيه خمسة عشر جرام من السكر وبقيس لوين وصل لأنه مرات بصير فيه ردة فعل عند الناس صار هبوط بحشي بالسكر لحد ما يصير عندنا مرحب ارتفاع شديد نعم يأتيك العافية دكتور إبراهيم تفاح السشارية طب العام والسكر شكرا جزيلا على وقتك وعلى كل هذه التفاصيل والمعلمات الله أعطيك العافية شكرا جزيلا لك الله أعطيك العافية